مصفوفة الإنجذاب والتنفيذ الخاصة بالأفكار الفنية بتقولنا ببساطة أن الفكرة الفنية اللي مش جاذبة للجمهور وسهلة التنفيذ بيكون موقعها هون والفكرة الفنية الجاذبة للجمهور وصعبة التنفيذ موقعها هون والفكرة الفنية الجاذبة جداً للجمهور وتنفيذها كتير صعب موقعها هون وهيك على باقي المربعات كتير منيح طيب على أي أساس منحدد أنه الفكرة حتكون غير جاذبة أو جاذبة أو جاذبة جدا بالنسبة للجمهور وأنها سهلة أو صعبة أو صعبة جدا بالنسبة لتنفيذها أفضل طريقة أنه نحط معايير للإنجذاب ومعايير للتنفيذ هلأ أكيد أنه كل فكرة إلها طبيعة خاصة وبالتالي المعايير بتختلف باختلاف الأفكار لكن في معايير مشتركة المعايير المشتركة بالنسبة لإنجذاب الجمهور تشمل سمعة الفنان أو الشركة الفنية اللي رح تطرح الفكرة الفنية في السوق الرسالة اللي بتحملها الفكرة السعر اللي رح يدفع الجمهور وطبعاً تقدروا تزيدوا على هاي المعايير أو تشيلوا منها حسب طبيعة فكرتكم وجمهوركم والمعايير المشتركة بالنسبة لتنفيذ الفكرة الفنية بتشمل التكلفة والخبرات والجهود المطلوبة ونفس الشي تقدروا تزيدوا عليها أو تشيلوا منها من خلال هاي المعايير نقدر نحدد المربع المناسب للفكرة في مصفوفة الإنجذاب والتنفيذ الخاصة بالفكرة الفنية كيف؟ هلا رح أحيي لكم بس بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر